طريقة التسجيل الإلكتروني في مسابقات الدكتورة طريقة سهلة ومبسطة وهناك وثقتين غير مطلوبة في التسجيل وهما شهادة حسن السراء والملحق يعني الأنكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البتء في التسجيل كنصيحة التسجيل بالحاسوب أضمن وأسهل بالهاتف عليك وضع الهاتف عند فتح الموقع باختيار version ordinateur لتسهيل رؤية كافة البيانات وهناك ملاحظات هامة أولها دمج كشوف النقاط لمرحلة الخمس سنوات في ملف واحد بصيغة البيدياف ويجب أن لا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابيت قبل البدء في طريقة التسجيل في البوابة الإلكترونية للدكتورة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا فتح حساب في الموقع بالضغط على زر inscription وملء البيانات الإسم اللقاب سنة الحصول على البكالوريا رقم التشجيل في البكالوريا البارد الإلكتروني وكلمة سر الحساب ثم الضغط على enregistrer وبعدها الدخول للحساب بعد فتحه وطبع استمارة الحساب أو احفظها كائن بزف لينسوا المدبس بعدها الدخول إلى mon dossier وحمل أولا الصورة ثم ملء البيانات الخاصة وهي الاسم اللقاب باللغة العربية والفرنسية البارد الإلكتروني رقم الهاتف العنوان تاريخ ومكان الإزدياد الوضعية المهنية ثم اضغط على enregistrer والتأكيد من صحة البيانات والانتقال للمرحلة التالية بعدها ملء بيانات المسار الدراسي وهي نوع التكوين باك بلوس سنك بلوس كلاسيك الحصول سنة الحصول على الماستر ميدان الدراسة شعبات الدراسة التخصص المدروس في الماستر وإذا كان غير موجود في القائمة يمكن كتابته في الخانة التأكد من صحة البيانات الضغط على الزر enregistrer valid والانتقال إلى المرحلة التالية تأتي بعدها مرحلة تحميل الملفات المطلوبة في شكل PDF وهي شهادة الليسون شهادة كشف نقاط الباكالوريا شهادة الماستر كشوف نقاط السنوات الخمس كشوف نقاط الماستر ثم الضغط على انرجستري وفاليدي والانتقال للمرحلة التالية هذه المرحلة عند كشف نقاط الباكالوريا روحوا ديروا consult the detail جاء الملفات المحمولة ديروا consult the detail بواجوتي لزاني دوبتنسيون ما تنسوش هذه المرحلة تأتي بعدها مرحلة ملء المسابقات المراد الدخول لها عبر الجامعات مع ملاحظة أن العدد هو أربع جامعات كحد أقصى الضغط على نوفو واختيار الجامعة والشعبة واختيار الدكتورة المراد المشاركة بها والضغط على انرجستري وإعادة العملية لاختيار جامعة أخرى طبعا على حسب الشعبة وبعد الانتهاء الضغط على انرجستري وفاليدي ملاحظة هامة عند التسجيل فالدكتورة على طالب اختيار تخصص واحد في كل شعبة تابع لنفس المؤسسة الجامعية يعني إذا كنت ستسجل في دكتورة بيطرة تيارة تختار فقط أحد التخصصات المفتوحة واحدة من اثنان في جامعة الطرف اختصاص واحد فقط ويسمح لك باختيار أربع تخصصات كل تخصص من جامعة ها يأتي الانتقال لمرحلة التأكيد التي ستكون 28 جنوبي في حالة الخطأ في صب البيانات ما عليك غير الضغط على أنولي لفاليداسيون وتقوم بالتغيير التي أردت تغييره انرجستري وفاليدي في النهاية قم بتسجيل خروجك من حسابك وبإمكانك الدخول وقت ما تشاء بالبريد الإيركتروني ورقم السري إلى غاية 28 جنوبي لتأكيد التسجيل وبتوفيق للجامعة